وقعت قافلة جامعة طنطة الفحص الطبي وقامت بصرف العلاج لنحو 1027 حالة بالمجان في إحدى قرى مركز الصنطة بمحافظة الغربية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأكد رئيس جامعة طنطة دكتور محمود زكي حرص الجامعة على المشاركة في المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي والتي تستهدف حماية صحة المصريين وتساهم في استراتيجية بناء الإنسان موضحا أن الجامعة تطبق شعار قافلة طبية كل يوم لخدمة القرى الأكثر احتياجا بالغربية كما وصلت القوافل أو وصلت القوافل إلى عدد من المحافظات الحدودية لتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع وتضمنت القافلة إجراء اختبارات فورية لمحول أمية لعدد 50 مواطن في إطار الخطة القومية للقضاء على الأمية